بمهام صعبة يتحرك الجنرال الهولندي باتريك كاميرت في اليمن بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إطار خطة زمنية تهدف بمجملها إلى تطبيع الحياة في الحديدة لكن هل ينجح المسؤول الدولي في مهمته؟ تصريحات كاميرت رئيس لجنة المراقبة الأممية تشير إلى وجود صعوبات كبيرة ما جعله يطلو من الطرفين مساعدته في تطبيق الخطة الدولية التي قال إن زمنها ضيق للغاية مؤكدا على أن حلولها بأيد اليمنيين أنفسهم وهي التصريحات التي رافقت زيارته لميناء الحديدة وثلاث خطوط مواجهات في المدينة أولى التعقيدات في طريق لجنة المراقبة الدولية تظهر في كيفية إخراج قوات ميليشيا الحوثي وقوات الحكومة إلى مواقع خارج المدينة خصوصا وأن مصادر محلية أكدت قيام الحوثي بحفر المزيد من الخنادق وزراعة الألغام داخل المدينة وتسوير مناطق مدخلها الشمالي ما هو ملاحظ أن جولة الجنرال الهولندي في الحديدة ساهمت في توسيع دائرة عدم الثقة باللجنة الدولية بعد مرافقة مشرف حوثي شهير لجولة الجنرال الأممي تشير وقائع موثقة إلى كونه مرافقا أمنيا سابقا لزعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي خصوصا مع حالة الغموض الدائرة حول طبيعة عمل قوات الأمن المحلية التي ستدير الحديدة الفريق الأممي يتحرك في مسرح ملغم بالشك من قبل الشرعية وأنصارها وفي ظل وقف إطلاق النار الهش فإن مسار تطبيق منود بقية اتفاق سوكهولم مهدد بالانهيار الانهيار الذي ربما يكون وفق محللين مطلوبا لجعل الحديدة منطقة تدخل دولي تحت إطار ما يسمى بقوات حفظ السلام الدولية